بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم 25 لأن باقي الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب قال لتكن F الدالة المعرفة بمنهنها البيان C F في معلم OEG قال كما هو موضح في الشكل المقابل إذن ها هو منهنها الدال F الذي اسمه C F قال باستعمال المعلومات الوالدة في الشكل أجب على الأسئلة التالية قال عين مجموعة تعريف الدالة F والتكن D F ثانيا ما هي صور الأعداد ناقص 2.0.1.5 بالدالة F ثم ما هي السوابق الممكن للأعداد ناقص 4.3.5 بالدالة F رابعا قال ما هي القيمة الحدية الصغر للدالة F خامسا قال أعطي جدول تغيرات الدالة F سادسا ماذا تلاحظ بالنسبة لشفعية الدالة F برر ثم سابعا قال حل في المجموعة D F المعادلتين F لإكس يسوينا 0 و F لإكس يسوينا 5 ناقص 5 عفوا وعندنا حل في المجموعة D F المتراجحتين ما هما F لإكس أقل تماما منها الصفر و F لإكس أكبر أو يسوينا ناقص 3 إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذا ننطلق ابنائي في الإجابة على السؤال الأول قال باستعمال المعلومات الوالدة في الشكل أجب على الأسئلة التالية أولا قال عين مجموعة تعريف الدالة F ولتكن D F إذا نكتب هنا تعين من D F التي هي مجموعة تعريف الدالة F إذا نقول D F تساوي ركزوا هنا أبنائي كيف نستخدم مجموعة تعريف من الملحانة انظروا D F تكون دائما على محور الفواصل انظروا تنطلق من ناقص 4 إلى غاية 4 يعني هنا المنحنة انظروا انطلق من ماذا من الفاصلة انظروا هكذا وهكذا مجموعة تعريف تكون على محور الفواصل يعني من هنا إلى هنا معناها نقول D F هي من ناقص 4 إلى 4 دائما وأعيد أبنائي أن مجموعة تعريف تكون على محور الفواصل يعني ننظر إلى هذه الأماكن انطلق من ناقص 4 إلى غاية 4 ثم قال ما هي صور الأعداد إذا نكتب هنا كذلك تعيين تعيين صور الأعداد ننطلق دي العدد الأول لهو ناقص 2 فنقول F لناقص 2 يساوي نأتي إلى الفاصلة ناقص 2 ها هي أبنائي ونتجه نبحث عن ماذا عن المنحنة هكذا ثم لما نجد تقاطع نتجه نحو محور ترتيب لأن هذه السوابق وهذه الصور إذن ما هي صورة النقصة انظروا إنها أربعة مباشرة ثم نأتي الآن إلى العدد الآخر قال سفرة إذن سفر لو نلاحظ جيدا صورته هي مباشرة هي سفرة إذن نقول F لصفر كم هي صفرة ثم عندنا كم واحد نذهب إلى الواحد ها هو الواحد ونبحث عن المنحنة أين يكون ها هو ثم لما نجد تقاطع نتجه هكذا كم إذن F لواحد كم تساوي أبنائي تساوي ناقص 3 إذن صورة الواحد بالدلأ F هي ناقص 3 ثم نأتي الآن إلى الخمسة لو نلاحظ جيدا ها هي الخمسة لو نذهب هكذا لا نجد شيء ولو نذهب هكذا لا نجد شيء لماذا أبنائي لأن لا يوجد صورة الخمسة لماذا لأن خمسة لا تنتمي إلى مجموعة التعريف نقول لا توجد صورة العدد ماذا خمسة بأدلأ F لأن خمسة لا تنتمي إلى المجال من ناقص 4 إلى 4 إذن بما أنها لا تنتمي هذا العدد خمسة لا ينتمي إلى مجموعة التعريف فإن لا يوجد له صورة بعدما أنهينا مع هذا الجنات الآن إلى ثالثة قال ما هي السوابق الممكنة للأعداد ناقص 4 و3 و5 إذا نكتب هنا إيجاد السوابق الممكنة للأعداد أولا ننطلق بالعدد الأول وهو ناقص 4 لإيجاد سوابق نقول لإيجاد سوابق من؟ العدد ناقص 4 نرسم مستقيم كيف هو مستقيم أفقي أو موازي لمحور الفواصل معادلته يساوي لنا هذا العدد الذي أعطيه لنا كم؟ الذي هو ناقص 4 ونبحث عن فواصل نقط تقاطعه مع إذا قلت ونبحث عن فواصل نقط تقاطعه مع المنحنى سي أف أركزوا ما معناه معناه نقوم برسم مستقيم إيجراج يساوي لنا كم؟ ناقص ماذا؟ ناقص 4 ها هو إيجراج يساوي لنا ناقص 4 انظروا جيدا هذا هو المستقيم إيجراج يساوي لنا ناقص 4 ونبحث عن فواصل نقط تقاطعه مع المنحنى ها هي واحدة إذن مباشرة وننزل هكذا إذن نقول سابقة سابقة العدد ناقص 4 كم هي في هذه الحالة؟ إنها الاثنان فقط يوجد له سابقة واحدة أرجو قد فاهمتم نأتي الآن أبنائي بعدما بنفس الخطة الآن كذلك عندنا ماذا؟ عندنا العدد الآخر لهو سوابق العدد من؟ العدد ثلاثة بنفس الخطة أبنائي نقول هكذا لإيجاد سوابق العدد ناقص 4 الممكن نرسم مستقيم أفق معدلته إيجراج يساوي لنا ثلاثة ونبحث عن فواصل نقط تقاطعه مع المنحن سي آف فنجد يعني نأتي الآن ونقوم برسم ها هو المستقيم إيجراج يساوي لنا كم؟ إيجراج يساوي لنا ثلاثة ها هو إيجراج يساوي لنا ثلاثة ونبحث عن فواصل نقط ها هي نقطة فاصلتها كم؟ إنها ناقص واحد وها هي النقطة الثانية فاصلتها كم؟ إنها ناقص ثلاثة إذن نقول سوابق العدد ثلاثة بأدال ما هي يا أبنائي هي ناقص ثلاثة وماذا؟ وناقص واحد لأن وجدنا نقطتان في التقاطع فقط نأتي بعدها قال كذلك وسوابق إن وجدت دائما قال إن وجدت إن أمكن نكتب هنا سوابق العدد ماذا؟ خمسة إن وجدت وجدت لاحظوا جيدا كذلك نأتي الآن نرسم مستقيم إقلاق يسعي لنا خمسة ها هو إقلاق يسعي لنا خمسة أجد التقاطع لا يوجد تقاطع نقول لا يوجد سوابق ماذا؟ العدد خمسة بأدال أف لاحظتم لأن أكبر قيمة حدية عندها هي الأربعة إذن بما أربعة وهنا هذا إقلاق يسعي لنا خمسة فبما أن لا يوجد أي نقطة تقاطع فنقول لا يوجد سوابق وانتهى فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى رابعا قال ما هي القيمة الحدية الصغرى للدل أف إذن نكتب هنا القيمة الحدية الصغرى 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 عفوا الصغرى للدل أف قيمة الحدية الصغرى انظروا ها هي أمامكم انظروا إنها ناقص أربعة إذن نقول القيمة الحدية للدل أف هي كم القيمة الحدية الصغرى عفوا ننضيف الصغرى للدل أف كم هي أبنائي هي ناقص أربعة والقيمة الحدية الكبرى انظروا كم إنها أربعة لو طلبها منا لكنه طلب إلا الصغرى لو طلب الكبرى لقلنا كذلك إنها الأربعة ثم قال أعطي جدول تغيرات الدل أف إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدل أف هنا أبنائي كما تعلموا عليكم دائما أنصحكم باستعمال المصطر وهكذا انظروا جيدا كيف يقوم نقوم بملء الجدول وبطريقة سليمة وصحيحة انظروا هكذا وعندنا هكذا وعندنا هكذا إذن أولا نكتب هنا إكس جمعة التعريف من أين من ناقص أربعة إلى غاية أربعة وآف لإكس هكذا انظروا بأمي عينكم كيف تتم ها هو من هنا ونصعد إلى غاية هذا المكان إذن هذه ثم ننزل من هنا ننزل إلى غاية هذا المكان ثم من هنا نصعد إلى غاية هذا المكان يعني لو نلاحظ جيدا سوف نقوم برسم هكذا ثم ننزل أعفوا نوضح بالأسهم هكذا ثم ننزل هكذا ثم نصعد مرة أخرى هكذا الآن نقوم بعملية الملء ما هي سورة انظروا جيدا سورة الناقص أربعة انظروا سورة ها هو نقطة تقاطع ونتج نحو محور الفواصيل إذن كم هي؟ إذن ناقص أربعة سورة هي السفرة لماذا أبنائي ها هي أمامكم؟ ناقص أربعة نقطة تقاطع ونتج نحو محور ترتيب كم نجد؟ نجد سفر ثم عندنا هذه الفاصلة كم؟ إنها ناقص اثنان والترتيبة كم؟ إنها أربعة ثم نأتي الآن إلى هذه النقطة الفاصلة كم؟ إنها اثنان والترتيبة كم؟ إنها ناقص أربعة ثم نأتي الآن إلى النهاية الفاصلة أربعة والترتيبة نسقط على محور الترتيبة دائما كم؟ إنها سفر ها هو جدول التغييرات مثلما موضوع في المنحنة قمنا بنقله انظروا نسعد وننزل ونعود مرة أخرى نسعد انطلقنا من الترتيبة صفر إلى الترتيبة أربعة إلى الترتيبة ناقص أربعة ثم إلى الترتيبة صفر مثلما تلاحظون صفر أربعة ناقص أربعة وصفر أرجو قد فهمتم أما محور الفواصل فها هي قيمه هذه لمحور الفواصل السوابق وهذه لي ماذا لي الصور فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال آخر قال سادسة ماذا تلاحظ بالنسبة لشفعية الدالة أف برر؟ إذا نكتب هنا شفعية الدالة أف لو نلاحظ جيدا أبنائي انظروا أولا مجموعة التعريف لو نلاحظها جيدا إنها متناظرة بالنسبة إلى صفر نقول بما أنه صفر مركز دي أف دي أف لأن دي أف قلنا تساين من ناقص أربعة إلى الأربعة إذا أول شيء حتى تتحدث عن شفعية الدالة زوجية أفرضية أول شيء انظروا إلى مجموعة التعريف هل الصفر يأتي إلى هنا لماذا؟ لأن حتى ولو ظهرت بعض الأشياء مثلا منحنة جاءنا هكذا انظروا مثلا جاءنا من هنا هكذا لكن كانت مثلا هنا ناقص إثنان وهنا ستة فهل الصفر هو مركز هذا المجال؟ لا إذا أول شيء نقول بما أن الصفر ليس مركز مجموعة تلك التعريف فلا يمكن أن تحدث عن الشفعية إذن أول شيء الصفر مركز ونقول ونلاحظ كذلك منحنة الدالة متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم إذن أول شيء إنه متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم وكذلك الصفر هو مركز هذا المجال ها هو يظهر أمامكم وقلنا المنحنة متناظر بالنسبة إلى أو ونقول ومنه نستنتج أن الدالة كيف هي فر فردية الدالة الفردية هي التي يكون منحنة البينة متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم أو فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى كذلك إلى السابع قال حل في المجموعة دي المعادلتين إذن نكتب هنا حل الحل في دي أف المعادلتين ننطلق بالمعادلة الأولى التي هي أف لإكس كم يساوي الصفر ما هو التفسير البياني لحلول المعادلة أف لإكس تساوي نصف نقول ماذا نقول الحلول البيانية للمعادلة أف لإكس تساوي كم الصفر هي فواصل نقطة تقاطع من؟ تقاطع سي أف مع محور أو حامل محور مع حامل أو نقول مباشرة مع محور الفواصل دائما لما نقول أف لإكس تساوي صفر المقصد هو فواصل نقطة تقاطع المنحنة مع محور الفواصل معناه لو نأتي الآن انظروا كم يجل لنا من نقطة تقاطع فواصل ها هي واحدة وها هي اثنان وها هي ثلاثة نقول فنجد ماذا اس لنجموعة الحلول ما هي عندنا الناقص أربعة وعندنا الصفر وعندنا الأربعة لماذا لأنها فاصلة النقطة هذه هنا نقص أربعة وفاصلة النقطة هذه هي صفر وفاصلة النقطة هذه هي أربعة فقط بعدها كذلك عندنا قال عندنا أف لإكس تساوي ناقص خمسة عندنا كذلك أف إذا قلنا هذه واحد نأتي الآن إلى اثنان أف لإكس تساوي ناقص خمسة نقول هكذا الحلول كذلك الحلول البيانية لمن للمعادلة أف لإكس تساوي ناقص خمسة هي فواصل النقطة تقاطع كذلك ماذا سي أف والمستقيم ذو المعادلة إيقلاق قلنا كم يساوي ناقص خمسة تعالوا الآن نقوم برسم المستقيم إيقلاق يساوي ناقص خمسة لو جئنا إليه ها هو يكون في هذه الأماكن هل يوجد تقاطع؟ لا يوجد تقاطع نقول ومنه نجد أنه لا يوجد تقاطع أي ماذا؟ أي آس يساوي مجموعة خالية قلت آس يساوي ناقص مجموعة خالية أبنائي لماذا؟ لأن لا يوجد تقاطع المنحنة وهذا المستقيم إيقلاق يساوي ناقص خمسة فقط بعدها أبنائي نأتي كذلك إلى حل في المجموعة دي المتراجهتين إذن نكتب هنا الحل في دي أف المتراجهتين ننطلق بالمتراجهة الأولى التي هي واحد أف لإكس أقل تماما من الصفر نقول هكذا الحلول البيانية لمن؟ للمتراجهة أف لإكس أقل تماما من الصفر انظروا جيدا هي فواصل نقط من ماذا؟ من سي أف التي تقع تحت محور الفواصل هذه القاعدة دائما أف لإكس أقل تماما من الصفر ما هي فواصل؟ دائما حلو المعادلة المتراجهة نقول هي فواصل فواصل نقط من سي أف التي تقع تحت محور الفواصل لو نلاحظ جيدا نرسم محمر الفواصل هاهو أمامكم وهنا قال قل تماما ما هي فواصل التي تقع أسفل محور الفواصل؟ النقط هي هذه كليا تلك النقط هذه كليا تقع تحت محور الفواصل فواصلها ما هي فواصلها أكيد تكون من هنا إلى هنا لماذا؟ لأن أي نقطة فواصلتها تنزل هكذا هكذا كليا هذه النقطة تنزل فواصلها إلى هنا لما تنزل ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا أس يسوينا من الصفر إلى غاية الأربعة كيف هو مفتوح لأن قال أقل تماما يعني حتى الأربعة لا تدخل والصفر لا يدخل أرجو قد فهمتم إذن لما يقول أف لإكس أقل اعلموا مباشرة أن نأتي إلى أماكن التي يكون فيها المنحنة أسفل من محور الفواصل ونقول والفواصل هي تكون من هذا المكان إلى غاية هذا المكان لكن المجال مفتوح لماذا؟ لأن أقل تماما بعدها نأتي الآن إلى لو قال أكبر أو يساوي لقلنا من هنا إلى هنا نوضيفها مثلا إذا قال مثلا أف لإكس أكبر أو يساوي الصفر فتصبح لنا أس في هذه الحالة ماذا تساوينا؟ لو جاء سؤال هذا كذلك تصبح لنا من ناقص أربعة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الصفر يعني الفواصل تكون من هنا إلى هنا أرجو قد فهمتم يعني دائما انظروا المنحنة الأماكن التي يكون يقع فوق محور الفواصل انظروا فواصل تلك النقاط من ماذا؟ من ناقص أربعة إلى غاية الصفر نأتي بعدها أبنائي إلى كذلك إلى حل المتراجحة ثانيا أف لإكس لاحظوا إذا قلنا أف لإكس أكبر أو يساوي ناقص ثلاثة كذلك نكتب هذه الجملة اللغوية نشرح طريقة الإجابة نقول هكذا الحلول البيانية لمن؟ للمتراجحة أف لإكس أكبر أو يساوي ناقص ثلاثة هي فواصل نقط من ماذا؟ من سي أف التي تقع فوق المستقيم ذو المعادلة إجراج كم يساوي ناقص ثلاثة فما علينا إلا رسمه إجراج يساوي ناقص ثلاثة ها هو أمامكم قال هي فواصل نقط من سي أف التي تقع فوق هذا المستقيم فواصل نقط لو نلاحظ أماكن نقطها هي النقط انظروا كلها تقع فوق ماذا؟ فوق المستقيم الأزرق هذه كذلك وهذه الآن قلنا فواصل يعني كل نقطة تنزل فاصلتها انظروا هنا وهنا وهنا لأن ذكرنا كلمة فواصل إذن أين تكون هذه الفواصل؟ أكيد سوف تكون من هنا إلى غاية هنا ثم من ماذا؟ ثم من هنا إلى هنا فنقول ها ستصبح من ناقص أربع إلى واحد اتحاد من الثلاثة إلى ماذا؟ إلى الأربعة يا أبناء أرجوكم فيه ربما يقول لم أفهم أولا قلنا نرسم المستقيم إيجلاج يسعينا ناقص ثلاثة ها هو إيجلاج يسعينا ناقص ثلاثة ونحن قلنا فواصل نقط من سي أف التي تقع فوق هذا المستقيم يعني المنحنة ها هو كليا هذه الأمكان التي تقع فوق تلك المستقيمة الأزرق بعدها قلنا فواصل أي نقطة فاصلتها تسقط هنا معناها فواصل من أين تأتينا؟ تصبح من هنا إلى غاية هنا ثم ماذا؟ ثم من هنا إلى غاية هنا يعني نقول من ناقص أربع إلى واحد اتحاد من الثلاثة إلى الأربعة فقط أبناء وفي الأخير أبناء وابنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين الموجودة أسفل كل فيديو ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته